اشتركوا في القناة امرأة سطرت قصتها اجمل قصص الصبر على القضاء والقدر واعطت اكبر مثال على الوفاء نعم متابعين الكرام انها ومن غيرها انها ليا او رحمة ابنة يعقوب اخت يوسف زوجة ايوب ام ذو الكفل على نبينا وعليهم وعلى سائر الانبياء الصلاة والسلام فما قصة هذه المرأة الصابرة العظيمة سيرة نبي الله ايوب لا تكاد تذكر الا ويقترن بها اسم السيدة رحمة اولية وهي رحمة اولية بنت افرايم ابن يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخليل عليهم السلام الا انه كان هناك بعض الخلاف حول الاسم بشكل محدد وان كان هناك ترجيح لاسم رحمة او رحيمة ربما يحدث هذا في اغلب سير انبياء الله وزوجاتهم الا ان نبي الله ايوب وزوجه ارتبطا بمصير واحد طوال فترة حياتهما فلا تكاد تذكر قصة واحد منهما الا وتذكر قصة الاخر معه دون قصد او تعمد فهما وجهان لعملة واحدة وبطلان لقصة واحدة وشريكان لحياة واحدة استمرت لاكثر من تسعين عاما تقاسما فيها حياة الترف والثروة والصحة والهناء ثم كاب دامعا حياة من نوع اخر ربما لا يستطيع احد تحملها او حتى تخيلها فقصة هذه الزوجة الراحيمة الحنونة تذكر دوما وبقوة وتعتبر مضربا للامثال لامرأة اشتد بها البلاء وطال بها الشقاء فتعلمت الصبر حتى تعلم الصبر من شدة صبرها عليه انها رحمة زوجة نبي الله ايوب عليه السلام وهو من الانبياء المنصوص على الوحي اليهم فكان يأتيه وحي الله وروحه الامين سيدنا جبريل عليه السلام وكان صاحب رسالة وامانة لم يفرط فيهما أبدا فيقول تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء الآية رقم 163 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وقصة نبي الله أيوب هي قصة الابتلاء والصبر والإنعام بعد ذلك والفضل وهي أيضا بمثابة دلائل لرحمة ربنا جل وعلا الذي يجزي من صبر ويعطي من شكر ويكافئ من ينجح في الاختبار ويصبر على هول الأقدار ويقال أن أم سيدنا أيوب هي ابنة نبي الله لوط عليهما السلام وإنه من ذرية إبراهيم ويأتي ذلك في سورة الأنعام الآية الرابعة والثمانين فيقول تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكان أيوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه فكان لديه الأنعام والدواب والمواشي والعبيد والأراضي المتسعة والثروة الوفيرة وكان له زوجة جميلة ذات خلق حسن وشعر طويل كانت تجعله ضفيرتين جميلتين يضرب بهم الأمثال هي رحمة بنت أفرايم وكان للسيدة رحمة ثلاثة عشر ولدا وكانت رفيعة القدر عالية المكانة يخدمها العبيد والخدم ورغم شدة ثرائها ووفرة نعمة الله عليها لم يساورها الكبر أبدا ولا الغرور بل كان شكرها يزيد كل ما تزيد نعم الله عليها ولكن الحياة لم تدم هكذا وبدأت الاختبارات تتوالى وبدأ أبناء السيدة رحمة يموتون واحدا تلو الآخر فماتوا جميعا وهي بذلك أكثر من مات لها من الأولاد وبدأت ثروة زوجها تتناقص حتى تلاشت وبدأت المواشي والدواب تنفق هي الأخرى وتموت وأصبحت الأرض الواسعة تبورة فلم يعد هناك مال ولا طعام يكفيهم وابتعد الأهل والأصدقاء ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل بدأت علامات المرض الشديد تظهر على سيدنا أيوب حتى أقعده المرض ونال من كل أعضائه فلم يعد لديه سوى عضوين سليمين هما قلبه ولسانه أما سائر الأعضاء فأصيبت وتهتكت ويرجع المفسرون أنه أصيب بمرض جلدي نادر أقرب ما يكون إلى مرض الجدري الآن ومع قلة الدواء واشتداد الفقر ازداد المرض سوءا وشدة فما هو موقف الزوجة؟ هل حنقت وغضبت وتركت وفرت هاربة بشبابها وجمالها وتركت زوجها لمرضه؟ وإن كان الأمر كذلك لما خلدت ذكراها وضرب بها المثل في الصبر على الزوج ومرضه وعلى الفقر وشدته وعلى الذل بعد العزة؟ لقد فكرت ماذا تفعل هي؟ هل تجوع هي وزوجها؟ فلم يعد أحد يعطي لهما مالا ولا طعام فوجدت أنه من غير المعقول أن يستمر الحال على ما هو عليه فقررت أن تعمل خادمة كي تجد المال الذي تطعم به زوجها ونفسها وهي السيدة المصانة وهي التي كانت تخدم من أكثر من مئة خادمة ولكنها اختبارات الحياة فكانت السيدة رحمة تعمل يوما طويلا شاقا وفي نهايته تأخذ مالا قليلا لا يكاد يكفي لشراء وجبة طعام واحدة تقسمها مع زوجها فيأكلان معا ويحمدان الله على ما رزقهما رغم قلته ثم كانت بعد ذلك تعتني بزوجها وتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته ثم تفرش له فرشته التي لم تكن إلا رمادا أو رملا حتى ينام عليه وتنام هي أيضا حتى تستقبل يوما شاقا جديدا في أحد الأيام الشاقة وبعد أن أنهت السيدة رحمة عملها في أحد البيوت واشترت الطعام وعادت في طريقها إلى زوجها المريض تعرض لها شخص ما بدأ وكأنه طبيب فقال لها إنني طبيب مستعد أن أشفي زوجك على أن يقول أنني شفيته ولا أحد سواي فجاءت السيدة رحمة إلى زوجها أيوب وأخبرته بما حدث لها فعرف سيدنا أيوب أنه الشيطان جاء متخفيا بصورة طبيب يريد أن ينسب فضل الشفاء لنفسه ولا شفاء إلا من عند الله فعلم سيدنا أيوب ذلك فغضب من زوجته غضبا شديدا فأقسم أنه لو شفي ليضربنها مئة ضربة اشتد المرض على سيدنا أيوب وصرت شائعة أن مرضه هو مرض معدن فلذلك اتفق أهل البلدة أن يخرجوه خارجها ويضعوه في مكان مهين كما نقول بجانب سلة محملات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوته كانا من أخص إخوانه له كانا يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه تعلموا الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال صاحبه وماذاك قال منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له ووصل بهم الأمر إلى أنهم حدثوه بذلك فجزع سيدنا أيوب كثيرا فاشتد همه ومرضه تفاقمت الحالة بالسيدة رحمة وانتشرت شائعة عدوى مرض زوجها وخشيت البيوت على نفسها من المرض فرفضت أن تستخدمها وأغلقت الأبواب أمامها وكانت ضفائر السيدة رحمة ذات صيت كبير في بيت الأغنياء ومعروفة لديهم بأنها الجميلة ذات الشعر الطويل فلما ضاقت الأحوال في وجهها لم تجد سبيلا إلى أن تبيع إحدى ضفائرها لسيدة من السيدات الأغنياء التي لطالما ألحت عليها في ذلك وقبضت زوجة أيوب ثمن بيع إحدى ضفائرها وجاءت بطعام طيب كثير إلى زوجها فتعجب أيوب من ذلك وسألها من أين لك بهذا الطعام الغالي الثمن فلم تخبره ولكنها طلبت منه أن يدعو ربه فأجابها أيوب بأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى الذي أحياه سبعين عاماً بلا داء ولا مرض فقال لها الحمد لله الذي جعل لساني ذاكرة وقلبي خاشعة وجاء اليوم التالي ففعلت مثل ما فعلت اليوم الذي قبله فباعت ضفيرتها الثانية باعت شعرها وتاج جمالها من أجل أن تطعم الزوج والحبيب كالها من لحظات عصيبة مرت بتلك السيدة العظيمة التي لم يستطع اليأس أن يتسرب إلى نفسها ولا القنوط أن يدق بابها بل ظلت مؤمنة صابرة محتسبة وقدمت كل ما تملك حتى ضفائرها ولم تعرف السيدة رحمة ما سوف تفعله غداً أو كيف سيقول الحال بها فلا عمل يطلبها ولا شعر لديها تبيعه ويعجب ما شعرت به أنها شعرت براحة غريبة ورضى عن نفسها وما صنعته من أجل زوجها ولعل غداً يأتيها الله بالفرج القريب وعندما أتت السيدة رحمة إلى زوجها بطعام طيب كاليوم السابق أعاد نبي الله سؤاله عليها مرة أخرى مستفسراً عن مصدر المال واستنكر الطعام وحلف أن لا يأكله حتى تخبره من أين لها بهذا الطعام فأبت السيدة رحمة أن تتكلم ولكنها كشفت عن غطاء رأسها فنظر سيدنا أيوب إلى رأسها ويا هول ما رأى رأى شعر زوجته وزينة رأسها وقد حلق واختفى فتأثر سيدنا أيوب أي ما تأثر وهنا هنا فقط دعا سيدنا أيوب ربه وكم يدل لنا هذا الموقف على حب نبي الله أيوب لزوجته فهو لم يدعو لنفسه ولكن دعا عندما رأى أن مرضه قد أثر عليها إلى هذا الحد واستجاب الله لدعوته ترجمة نانسي قنقر